موسيقى وهذا الامر جاء رغم انه في حقيقة احنا عطينا واحدة اهمية كبيرة للتعليم عن بعد ولكن جاء لضمن تكافؤ الفرص لجميع المترشيحين والمترشيحات ولانه مبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ مهم ويجب يعني اعطاءه الاولوية اللازمة فلهذا تمتخذ هذا القرار للاكتفاء بالدروس الى غيط 14 مارس النتائج الساد نتائج الباكالوريا النتائج الدورة الاولى ان شاء الله ستعلن مدولات ستكون عندها ان شاء الله 13 و 14 يوليوز والنتائج ستعلن يوم 15 يوليوز بالنسبة للدورة العادية بالنسبة للدورة الاستدراكية التي ستجرى اسبوع من بعد سيتم الاعلان للنتائج لها يوم 29 يوليوز وبهذا سنغلقنا الملف التانية باكالوريا ونستعد ان شاء الله للأولى باكالوريا في بداية السنة الدراسية ونتمنى التوفيق لجميع المترشيحات والمترشيحين في هذا الاستحقاق الوطني انشاء الله اشتركوا في القناة